بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا مازلنا في حلقات اصحاب السعادة اللي بتبقى حلقات يوم السبت اللي بنتكلم فيها عن ازاي الزواج بتاعنا يبقى زواج سعيد واحنا في الحلقات الماضية بدأنا الكلام عن حاجة مهمة جدا الناس كانوا فاكرين ان هي ضاعت وراحت وهي مسألة الحب ومسألة الحب احنا كنا بنتكلم عن الحب الحقيقي فلما تكلمنا عن الحب الحقيقي جات لنا تم نكمل بقى نتكمل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل يعني ايه الحب الحقيقي اللي هو الحب الحياتي اللي بيعيش ويكمل للاخر خالص وهو ده تيمكن السر بيخلي ان الناس اللي بيعيشوا في الحب ده بيعيشوا مع بعض في الحياة الاولى وفي الحياة الاخرة لانهم معاشوا احباب والمرء مع من احب تعالوا نشوف الحب الحقيقي ده ممكن يفضل ازاي احنا قلنا ان الحب الحقيقي عامل زي الهرم القاعدة بتاعته ده الامان والاضلاع بتاعته اللي بتعمل الهرم دي الاهتمام والاحترام والتأدير ده عشان يحصل لازم يبقى عندنا اجراءات على الارض لازم نعملها عشان نوصل لده الاجراءات اللي على الارض عشان تحافظ على الحب دي اجراءات مأخوذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس كمان معمول بيها في العلم وفي الدراسات العلمية الحديثة فيه خمس حاجات بتقدي الى ده مشتركة ما بين الرجل والمرأة وفيه خمس حاجات بيختلف فيها الرجل عن المرأة الخمس حاجات دي الاهتمام الاهتمام اول ما يجيجي الاهتمام من برموز له كده بساعة وقت يعني وده اسمه جودة الوقت ان انت تدي لحبيبك ولشريك حياتك وقت خاص به وقت يحس ان انت مهتم به زي ما حضرت النبي كان بيدي الاسدد عائشة كده هنشرح يبقى اول حاجة الاهتمام احنا قلنا الامان والاهتمام والاحترام والتأدير اول حاجة قلنا الاهتمام جودة الوقت طيب والاحترام كلمات التحفيز كلمات الحلوة كلمات اللي تشجع وبعد كده الاحترام كمان عندنا التأدير عندنا الاحترام كمان بيجي بقى بعد الاحترام خلاص اللي هو كلمات التحفيز يجي التأدير والتأدير فيه حاجتين التأدير فيه مواقف الجدعانة ومعاه كمان الهدايا فالتأدير عندنا حاجتين مواقف والافعال والهدايا لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال تهاد وتحب ويجي بعد كده التلامس ان يبقى قريبين من بعض ان احنا نلمس بعض الازواج خمس حاجات دولة بيشترك ان كل الازواج سواء كان الرجال او ستات اللي حاصل بيحبوا ده طبعا نعمل ايه تعالوا نبتدي بالحاجات العشرة اللي لو عملها الزوج الست تحس ان هو بيحبها واتدوب فيه يبقى احنا هنعمل ايه هنتكلم على العشرة حاجات الاول بتاعت الرجالة اللي لو عملها الرجالة الستات يحسوا بان ربنا سبحانه وتعالى جعل زوجها ده نعمة ربنا واخر صبرها وهو ده اللي عايس عد حياتها يعمل بقى الزوج ايه عشان يملك قلب زوجته يعمل عشر حاجات اول حاجة عن ابتدي بالخمسة المشتركين ما بين الرجالة والستات اول حاجة يحترمها يحترمها يعني ايه بقى طول الوقت يحسسها بان هي الاميرة الفريدة اللي مفيش زيها يبقى الاحترام بمعنى ان هو يقول لها كلمات تحفيز طب كلمات التحفيز عند الست يعني ايه انت الدرة الفريدة التي ليس مثلك احد انت مفيش زيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقولوه ويسألوه ببوضوح من احبوا الناس اليك؟ قال عائشة اه يبقى يعبرها تعبير يوصلها اللي مفيش حد بيشاركها في قلبه كل ما المرأة تحس بكده تحس بالراحة تحس كل ما تحس ان هي فريدة ومميزة عند زوجها كل ما تحس بالراحة تاني حاجة الاهتمام الاهتمام يعني اديها وقت وقت خاص بيها لا يشاركها احد فيها يقفل التليفون ويبصلها في عينها ويمسك بي ايديها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يا جمال اهتمامه صلى الله عليه وسلم يدي للسيدة عائشة وقت مناسب ليها مناسب لشخصيتها فالوقت ده تعمل ايه؟ يسابقها فيه ما هيشابة تحب الجري وتحب اللعب حضرت النبي يسابق السيدة عائشة فجودة الوقت عندها يبقى معناها ايه؟ ان هي تتطمن تتطمن ان فيه حد حابب يريحها حابب يساعدها فجودة الوقت عند المرأة لما تعمل الجودة الوقت دي فتوصل المرأة للتمقنينة يبقى انت ادتها وقت جيد نيجي بعد كده التقدير بقى التقدير بقى يعني ايه؟ التقدير عندي الست معناه انا كل كلام ده رجالة ان لو عملوا هيوصلوا لده هيوصلوا ان يسكن قلب المرأة وما يخرجش منه وتبقى تتعب اولا وهو يبعد عنها التقدير قلنا حاجتين الافعال والمواقف اللي هي الجدعانة اللي هي ايه؟ لما تعتر عربيتها اول حد تلاقيه هو فايه اللي حاصل؟ فتحس ان هو بيحميها زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل الصحابة يخافه يطلع يقول لن تراعه طب كان بيعمل كده مع زوجاته طبعا كان بيعمل كده مع زوجاته مش فاكرين لما السيدة عائشة استخبت وراه فقال لها رأيتي كيف حمايتك من الرجل لانه جيلي السيدنا ابو بكر وقال له ما لي عادة دعوناك فخب السيدة عائشة اللي هو كان على خلاف معاه فتحس ان هو بيدعمها بينقذها ايه ده؟ ده بينقذني من المواقف الصعبة ولذلك ما تستهنش ان انت تنقص زوجتك من الفار او حتى لو كان عندها فوبيا من السرصار ان انت تجري وتعمل الكلام ده ولا ان هي عندها ماجستير والدكتوراه فتقف جنبها وتساعدها ان هي تخلص الماجستير والدكتوراه اللي انت بتعمله ده بيخليك تملك قلبها ليه؟ عشان بتحس ان انت المنقذ لها انت توقي النجاة يبقى الافعال والمواقف والجدعان تحس ان انت توقي النجاة الحاجة اللي بعد كده كمان في التقدير الهدايا يا سلام على الهدايا بقى ولازم في الهدايا بقى بقول للرجالة خلوا بالكم لما تجيب هدايا لزوجتك لازم تكون زي ما هي بتحب لان الهدايا عند الست معناها ده فهمني وبيسعدني قاعد تجيب لها ورد 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 وهي السيد بتحب الدهب جيب لها حت الدهب صغيرة بتمن الورد جمع بتمن الورد ده كله وجيب لها حاجة دهب هي بتحب الدهب بتحب تجهب ليه؟ عشان تجمعه في الاخر خلص وتتدخله عشان تسد حكة البيت اه انت كده فاهم ايه تاني؟ بعد كده التلامس الست في الحقيقة لما بتحب ان هي جوزها يكون قريب منها ويطبطب عليها هي التلامس عندها بمعنى الاحتواء يعني انت محتويها الست لما تحس بده بتحس بالامان بتحس ان التلامس ده حاجة لطيفة حاجة بتخرجها من العالم الدي الكئيب الى عالم تاني كل ما عملت التلامس بهذه الطريقة كل ما الست تبقى بتسعد يبقى الراجل الخمسة دولة هو الخمسة اللي بيعملوا من الراجل ايه؟ لمراته وده مشترك ما بين الرجل والمرأة اللي هم خمسة ايه؟ اللي هو الاهتمام يعني جودة الوقت وجودة الوقت عند المرأة يعني اتطمنها بيها ويه التأدير عند المرأة والتأدير عند المرأة حاجتين الأفعال وكمان الهدايا والأفعال عند المرأة معناها المنقذ وكمان الهدايا معناها ده فهمني وبيسعدني وبعد كده بيجي التلامس وبيجي بعد كده التلامس اللي فيه كل المعاني ipingه التأدير والاحترام وكمان الاهتمام يبكى الاهتمام جابه دو لتلوق والتأدير والاحترام الكلمات التحفيز كلمات التحفيز معناها عند المرأة يعني ايه يعني انت الدر الفريدة مفيه زيك طب دي الخمسة المشتركة بين الرجل والمرأة طيب الخمسة اللي بيعملها الرجل وإيه دي خاصة بالرجل يعمل إيه؟ خمس حاجات لازم يعملها المرأة أول حاجة الاكتفاء إيه وعي تحس المرأة أنه هو بيقارنها بحد تاني دي كارسة أو أنه هو مش مكتفي بيها مش مكتفي بيها يعني إيه؟ ده بيقارنها حتى لو كان اللي بتقارنها بيها أمها أمك إنت حتى لو كان اللي بتقارنها بيها أختها أو أممتها لازم تكتفي بيها تكتفي بيها يعني ايه ما تحسسهاش ان انت ممكن تتكلم عن حد تاني وهي موجودة طب ايه الغرور ده لا انت بتراعي خطرها بتخليها تحس بانك انت هي مالية عنيك وساعة ما تحس ان انت مالية عنيك يا على السعادة اللي هي تكون فيها زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قالها بيقولها كنت لك كابي زرع لأم زرع الا انني لا اتطلقك حتى ده انت حاجة تانية غيره مزرع انت حاجة تانية مش ممكن ابدا افكر بان انا اطلقك هيتحس ان هو مكتفي بيها ايه تاني ايه تاني كمان من الحاجات المهمة في الخمسة اللي بيتفرد بيها الرجل عن المرأة كمان لازم بيقى طويل البال معاه طويل البال طويل البال يعني ايه يطول باله ويتجاوز ويسمعها كتير لان المرأة مش رغاية المرأة بتبحث عن الامان في كتر الكلام فيطور الباله عليها وكل ما يطور الباله عليها كل ما هي تحس ان هي بتحبه كل ما تحس ان هي ما تعرفش تعيش من غيره لان ده ده القلب الحنين اللي ممكن تتكلم معاه وكمان يقدر يسمعها يبقى الاكتفاء وطول البال الحياة الثالثة ايه سرعة الترضية ايه هتسيبها تغضب وتفضل قعدة غضبانة كده لان هي ساعة ما هتغضب على فكرة وانت مش هتروح ترضيها هي هتعملك الوحش هتتحول انت الى الوحش لان انت ازاي جالك قلب تسبني زعلانة ولزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا سارع في ترضية السيدة عائشة يبقى اذا كمان لازم الرجالة يكونوا سريعين الترضية انا بتكلمها الراجل اللي عايز يملك قلب زوجته اللي عايز يحس ان دي محراب عبادة بيعبد ربنا فيه طيب الحاجة الرابعة الحاجة الرابعة في الحاجات اللي بيتفرد بيها الرجل عن المرأة عدم التهديد بالله عليكم بلاش حكاية لفظ انت علي الطلاق دي خالص ولا تكون يطلق الفظ التهديد كلها ممنوع ولو عملت كده يبقى انت يستحملي بقى لا يحصل لك بلاش الفظ التهديد طي خالص لان زوجتك ما تحاولش تربيها لان زوجتك جاي عشان تربي اولادك ما تحاولش تربيها لان انت لو عملت كده انت بتفصل حياتك الزوجية الحاجة الاخيرة في العشر حاجات اللي هو بيكون الراجل بيقدمها لزوجته عشان يملك قلبها وان فيهم خمسة مشتركين ما بين الرجل والمرأة وخمسة متفرد بهم الرجل عدم العقاب ما تعاقبهاش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة كسرت الصفحة ما عاقبهاش وما جالهاش مرة تانية يقال لها انت عملت كده يبقى لازم تتعاقب كده ما عصلش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بعاقب عشر حاجات لو عملهم الرجل هيملك قلب مراته ايه هما؟ اول حاجة اول حاجة في الاهتمام جودة الوقت جودة الوقت يعني ايه؟ جودة الوقت يعني يطمنها تاني حاجة وديه في الاهتمام الاحترام كلمات التحفيز انت الفريدة المميزة اللي ما فيه زيك يضحك عليها مش بيدحك عليها ده بيقول الكلام الحسن اللي يخلي قلبها معاه بعد كده التأدير التأدير حاجتين الافعال ويحسسها ان هو المنقذ و الهدايا يحسسها انه بيعفهمها و بيسعدها اخر حاجة التلامس يحسسها بالاحتواء الخمسة دول بيشترك فيهم الرجال والستات الخمسة حاجات اللي هما الاهتمام اللي هما جودة الوقت و كلمات التحفيز و الافعال و الهدايا و اخر حاجة التلامس خمسة حاجات بقى اللي بيتمايز بها الرجل عن المرأة أول حاجة إيه؟ أول حاجة ببساطة خالص الاكتفاء تاني حاجة طول البال تالت حاجة سرعة الترضية رابع حاجة عدم التهديد خامس حاجة عدم العقاب دولها العشر طيب لما نروح للراجل بقى لما نروح للراجل الراجل زوجته تملك قلبه إزاي بعشر حاجات برضه أول حاجة إحنا زي ما قلنا هنمش بقى على الخمسة اللي مشترك فيها الرجل والمرأة أول حاجة الاهتمام الاهتمام بنعبر بيه بجودة الوقت جودة الوقت عند الراجل يعني الطبطبة لما تقعد معاه يحس أنه إيه اللي هو منزلت معاكتافه سيما السديدة خديجة كان بتعمل مع حضرة النبي الطبطبة يبقى أول حاجة في المسألة دي جودة الوقت اللي هي في الاهتمام الطبطبة الطبطبة عليه التاني حاجة هي إيه؟ التاني حاجة ايه؟ بعد كده الاحترام احتمامة يعني كلمات التحفيز كلمات التحفيز معناها ايه؟ انت بطلي انت بطلي السيدة عائشة السيدة خديجة حسست حضرة النبي اللي هو البطل فقال ليه؟ صدقتني حين كذبني الناس قالت له كلام والله لن يخزيك الله أبدا مش يجي من الشغل أنا عملت كذا 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 انت عمرك ما تعمل حاجة صحة أبدا انت مش ممكن ترعي أولادك أبدا لا تقول له ايه؟ لزاك الله خيرا انت تعبن عشان ومشاء الله انت شاي اللي ما يشولوش الجبال ربنا يبارك فيك اللي انت محافظ على البيت ده طيب ولو كانوا بيعمل غلط لو كانوا بيعمل غلط عني يجي وقت تاني بس الأول خالص حسسيه انه هو بطلك يبقى كلمات التحفيز تحسسيه انه هو البطل بعد كده ييجي التقدير بقى والتقدير قلنا الأفعال والهدايا الأفعال معناها ايه؟ وقفه في ظهري سنداني معايا ايه اللي حاصل؟ لو حاصل أزمة في البيت تكون معايا تقول لي ما تخافش ان شاء الله عن المها وهتبقى حس ان هي معاها حد دايما سند ليه في التقدير كمان كمان في التقدير قلنا الهدايا والهدايا عند الرجل اللي هي معنى واحد ايه المعنى؟ الانجزاب دي لسه بتحبني لسه قلبها متعلق بي ونزاك حضرت النبي قال تهاد وتحب يبقى اه الهدايا كانت عند الست معناها ده فهمني وبيساعدني لكن عند الراجل ده لسه منجزبة ليه؟ لسه بتحبني التلامس بقى عند الراجل معناه التدليل لأنه متعود على ان علاقته بالمرأة من اول خالص حتى علاقته بأمه الدلال تدلله يحس بالدلال يحس بانه هو بيدلع الراجل كده يحس بهذه الخمسة انه هو سعيد مع زوجته فيه خمسة تاني بقى بتعملهم الست ما بتشتركش فيهم مع الراجل اول حاجة في الخمسة دولة عدم الانتقاد تقلل الانتقاد على قد ما تقدر مش كل حاجة هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو انت عمرك ما تعمل حاجة ابدا تكون صح كده هو ضع منها خلاص هو راح لكن ايه اللي حاصل؟ تقف جنبه ما تقولهش كلام الكلام ده وقت يكون زي السم على قلبه الحاجة التانية عدم الشكوى تقلل من الشكوى الحاجة التالتة عدم اللوم بالمناسبة عدم الانتقاد عدم الشكوى عدم اللوم ده اسمه مسلس النكد تقلل المسلس النكد ده الحاجة التالتة الحاجة الرابعة بقى يبقى عدم الانتقاد عدم الشكوى عدم اللوم لو قللتهم تملك قلب جزء وتسكن جواه لكن لما تيجي تعمل كده وما تقدرش تقف جنبه كده وتفضل تنتقده وتفضل تلومه وتفضل تشتكي منه ويحس انه ولا حاجة الحاجة الرابعة بقى الحاجة الرابعة هي ايه؟ انه هو يحس ان هي بتفهمه من غير ما يتكلم يعني ايه؟ وقفة جنبه وفهماه فهماه من نظرة عينه ما تجيش تحطه في موقف سخيف لا ده هي فهماه الحاجة الاخيرة اللي استدلعوا عملتها في الحاجات العشرة تملك قلب جزءها ان هي تحسسه انه هو مالي عنيها مالي قلبها مالي مركزه لما يحضر تحسسه كده انه هو حضر بوهج حضر بتشريفة كده العشر حاجات دول لو عملته الست للراجل تملك قلبه نرجعهم زي ما رجعنا العشرة بتاعت الست ايه هما العشرة دول اول حاجة الاهتمام جودة الوقت انها تطبطب عليه تخفف من عليه اللي هو عايشته اللي اليوم تاني حاجة دي كان الاهتمام بعد كده الاحترام كلمات التحفيز تحسسه ما يهيره انت بطلي بعد كده التقدير والتقدير حاجتين التقدير اول حاجة المواقف تقف جنبه في سند وفي ظهره رابع حاجة ان هي كمان الهدايا والهدايا تحسسه ان هي منجزبة اليه كل ما تجيب له هدية يحس ان هو متقلق ما زال شاب ما زال كده جميل خمس حاجة التلامس والتلامس عند الراجل معناه التدليل التلع دي الخمس حاجات اللي بيشترك فيها الراجل والمرأة اما الخمس حاجات بقى اللي بتتميز بيها المرأة لو ان هي عملتها كمان تملك قلب جزها عدم النكد بمعنى عدم الانتقاد عدم اللوم عدم الشاك عدمها يعني ايه لو اشتكينا ما نطولش لو حصل ده بشكل طارق ما نطولش فيه ما نستمرش فيه يبقى عندنا ايه عدم الانتقاد عدم اللوم عدم الشاك وانا بقول عدم ليه لان انا لما اقول عدم هي تقوله تعملها في اقل تقدير لكن انا قلت لها قلة اللوم تلوم وعشرين مرة وتقوله ما هو الشيخ قال قلة اللوم ما قالش إياه عدم اللوم أنا لما أقولها العدم هي تخليها تقلل يبقى عدم اللوم عدم الانتقاد عدم الشاكو والحاجتين الأخرين هو إيه إن هي دايماً تحسسه بشكل واضح إن هي جنبه وآخر حاجة إن هي تحسسه إن هو مالي مركزه مالي قلبها مالي عنيها العاشر حاجات دي عند الرجل والعاشر حاجات دي عند المرأة لو عملناهم إحنا بنعمل تطبيق عملي للعيش بالحب يا رب اجعلنا على الدوام من أهل الحب واجعلنا يا رب ممن يعيشونا مددك ونذوق شهد دعمك لحياتنا ومددك لحياتنا حتى نحيا في رخاء وفي حب وفي سعادة يا رب العالمين بعد الفاصل نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي هي في الحقيقة هي من أهم الجسور اللي بنا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ونتلقى كمان ترشحتكم ونتلقى ترقلقاتكم اللي بنتطور بها البرنامج وكمان بنبقى سعداء جدا 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 المتواصل معكم ومعنا أول سؤال معنا لأستاذ يحي من بني سويف أستاذ يحي عليكم أستاذ يحي أنا عايزة تكلم مع حضرتك فضلت الشيخ ما كنتش عايزة اسمي يطلع على الشاشة ولكن أنا كنت عايزة تكلم مع حضرتك طيب خلاص خلينا طيب بما أنك أنت ما كنتش عايزة تتكلم على الشاشة يبقى خلاص خد رقم تريفوني ونتكلم بعد الهوى أستاذ يحي طيب معنا الأستاذ سيد من الجيزة أيها الفنم السلام عليكم أهل المساعدين بأستاذ سيد تفضل السؤال بس بعد إذن حضرتك تفضل أنا أقرأ القرآن مثلا أنا أقرأ القرآن بقرأ القرآن نعم فبتحرك في مين وشمال هل ذا غلط ولا طا لا حتى لو شوية ده بالعكس ده حتى لو أنت شوية قاريت القرآن قاعد وبعدين روحت قاري القرآن وانت واقف ثم قاريت القرآن على كل على كل أوضاع بما فيها الأوضاع اللي فيها بس ما يكونش فيه وضع فيه عدم عدب واحترام فسواء ملت كده أو ملت كده عشان أي شيء فدوة لن ينقص من ثوابك لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه يبقى إيه لحاصل يبقى إيه لحاصل أن ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا أن نذكره على كل حال والقرآن اسم الذكر الحكيم نعم هناك أدب مع القرآن نعم هناك أدب مع القرآن هل الميل يسارا أو الميل يمينا يمينا أو يسارا هل ده يخالف التأدب مع القرآن أبدا فإن شاء الله ثوابك محفوظ وليس فيه أي نوع من أنواع المنع إن شاء الله نعم معا يمين إذن السيد سيد إحنا جاوبناه على سؤاله ونجب أن إحنا نتعامل مع القرآن على أنه بيشغل حياتنا كلها وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويجعلنا في خير واسعاد فاصل ثم نعود إليكم من أسئلاتكم من باركة رجعنا لحضراتكم معنا الأستاذ محمود من الأقصر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمود إزاك دكتور عامل تحياتي لي أنا على طلب أستصل بحضرتك يا فل وده شرف وده شرف لي والله يا حاج محمود تحياتي لفريق الإعداد وجميع العاملين بتلفزيون ومصر ودكتور عامل الأول وماذب تهي الإعلاميين وربنا يكرمهم يا رب وديهم الخير والسعادة يا رب براكتكم يا فندم بعد إذن حضرتك يا دكتور عامل فضل يا سيدي بعض تنجار عندنا هنا يا دكتور عامل بيعلو بروح يشتري بعض بيعلو السعر براحكم يا فندم كماني مش حارف أنا دول إيه ودعوهم عند ربنا سبحانه وتعالى من الناس الرئيس المسأزرة في الأيام اللي احنا فيها دي حضرتك ده في السلع ده في السلع في السلع الأساسية دي يا حاج محمود نعم في السلع الأساسية بالزبط يا دكتور عامل بالزبط سلع سلع أساسية والله وبيجل بيجل والله كل ساجي بيجل على براحة والله طيب أنا أكلم حضرتك حاج محمود على ده طيب يا سادة أولا لازم نعرف حاجة مهمة جدا إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن عن المحتكر قال المحتكر ملعون يعني إيه المحتكر ملعون اللي يبقى عنده سلعة ويخبيها لغاية ما يغلى ما يغلى السعر ويبيعه لو كان اللي احنا سمعناه من الحاج محمود ده شكل من أشكال الاحتكار فده والعزب الله من الكبار واللي بيعمله في الحقيقة بياخد اسمي بعدد الناس اللي تضراره بده هل الاحتكار يجعل الشخص اللي بياخد الأموال دي بياخد مال فيه شيء من الظلم نعم فإذا كان اللي بيتكلم عنه الحاج محمود ده الاحتكار فدي كبيرة أما لو كان اللي بيعملوا ده ان التجار كلهم ما فيش احتكاره لكن التجار كلهم بيعملوا ايه بيستغلوا المسألة يكون جايب السلعة بتمن ويبيعها بتمن تاني عشان من دون اي مبرر رفع السلعة ولا ان هو عنده اترفع عليه التمن ولا اي حاجة ده كذلك من الظلم لان ان انت بتعمله ده بيتضرر به الناس ليه قلت ان هو من الظلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا درار الكلام ده مضر بالناس الكلام ده بيأذي الناس ولذلك كتير من الناس كتير من العلماء ما بيشوفوش ان اللي بيتعمل ده الا بينطبق عليه شكل من اشكال الاحتكار لكن لو هو بيعمل الكلام ده وزاد السعر عليه يرفع السعر بمقدار ما ارتفع عليه لكن انه يرفع السعر زي ما يقوله حاج محمود كده فرصة استغل الناس و كمان اأذي الناس واوجعهم وهو ده اللي بيخلي دايما الادارة ادارة الدولة تسعر الاشياء تعمل اسعار للاشياء عشان الناس ما تستغلش حاجة الناس للسلع الاساسية وتئزيها في قطة ولذلك نتق الله سبحانه وتعالى احنا في الظرف اللي احنا فيه ده قد يوقع الانسان نفسه كبير من غير ما يادري واذاك لابد ان احنا نتق الله في الناس الغلابة ده اصلا احنا مش بنقول لكم من كان عنده فضل ظهر فليعود على من لا ظهر له وحدث النبي هنا استخدم ايه فليعود يعني استخدم لم الأمر وده معناها ان ايه قد يصل الأمر الى الوجوب فاذاك نتق الله سبحانه وتعالى في الناس الناس مش نقصة واجع ومش نقصة تعب الازمة طيل العالم كله واحنا لازم نكون بنعمل بسنة رسول الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء معنا معنا من معنا أم حسن من القاهرة السلام عليكم يا دكتور اهل واسلام بحضرتك لك يا دكتور عامر نعم وفضل الحمد لله لو سمحت نعم انا يعني معايا مبلغ مش الغلام اه واحد يعني وبيجيب لي الرئيس تاقه كل سنة طيب فانا مليش اه مدخل رزق غير هو ده عايش هذينه طيب فانا عايز اطلع الزكا بتاعه عايز اعرف علي قد وبعدين مش فهمة المية عليها كذب يعني فهمني الالف عليها كأتفع عليها كه على عيني بس انت دلوقتي الله يبارك فيك اولا انا هقولك حاجة احسبلك الزكاة وبعد كده هقولك نصيح هفضل اقولي النصيحة دي لان المفتي اللي مش مدرك وقعه ما بيكلمش الناس عن وقعهم يبقى مؤثر في حق الناس اول حاجة لو فلوس بتاعت جيبيه بلغت النصاب يعني ايه بلغت النصاب تشوفيه تمن جرام الدهب قد ايه وتضربي تمن جرام الدهب ده في خمسة وتمانين في خمسة وتمانين هيطلع لك النصاب لو الفلوس اللي معاك بتساوي اللي طلع يبقى انت عليك الزكاة بس امتى لما الفلوس دي يكون مرة عليها سنة هجرية مرة عليها سنة ايه هجرية يعني تمت وبقت خمسة وتمانين جرام دهب ده ما يعادل خمسة وتمانين جرام دهب في اول زل قاعدة يبقى على طول لما هي ايه اول زل قاعدة السنة الجاية والفلوس دي موجودة وبلغت النصاب يبقى عليها زكاة عليها زكاة في كل الف كام خمسة وعشرين جنيه يبقى خمسة وعشرين جنيه في كل الف يبقى لو نفترض ان احنا مية عانا مية الف هندرب خمسة وعشرين جنيه في كام في مية هيطلع يعني كام خمسة وعشرين في مية هيطلع لنا الفين ونص لو معنا ميت ألف يبقى عندنا كده يبقى ده الزكاة النصيحة اللي عايزة أقولها لك بالله عليك لو أعطيتي فلوس لأي حد يتاجر فيها لازم الشخص ده يكون صاحب مهنة والمهنة دي معروفة ونقدر ناخد عليه أوراق محدش قال إن إحنا ما نشاركش الناس في الشركات المرخصة اللي إحنا نقدر ناخد حقنا منهم إذا حصل أي حاجة لكن ندي الفلوس للناس كده من غير أوراق ومن غير ما نقدر نكون متأكدين إن هم بيشتغلوا في تجارة معينة ولا معروفين أنا أظن إن إحنا كفايا نمسترياحين كفايا نمسترياحين أنا قلتلك اللي عندي يا سيدة محسن عشان بس إيه أكون أخلصت لك النصيح معنا الأستاذة سعاد من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا دكتور عمر؟ نعم وفضل الحمد لله الحمد لله حضرتك أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة تفضلي أنا قاعدة مع والدتي في البيت نعم أنا بس يعني عشان التفسير يكون أهل أكتر أنا لي شقة خصبية بتاعت ملكي ملكي جوزي يعني بس التقنين في بيت واحد فالدتي عملانا وهي مشاكل جمدة جدا يعني بسبب إن هي ميالة دايما لأخويا ومراته وعياله أكتر مننا فمعاملتها دايما معنا مش مش بتراي ربنا فينا زيما بتعمل مع أخويا ودايما في مشاكل رغم أن هي تعبانة ومريضة وتبقى دايما برضو معهم في مشاكل ومنيجي نكلمها على صحيحة بتيجي علينا أحنا طيب فين السؤال بقى أستاذة أنا تعبانة ومش عارفة ومخايفة أغضب ربنا فيها طيب يعني أنت بتسأليني أنا لو ما نزلت لهاش ولا بتسأليني لو إحنا غيرنا سكننا أنت بتسأليني أنا واحدة في الاتنين أنا لو غيرت تأجوزي أول حاجة مش راضي غير السكن طيب يبقى أنت بتقوليلي أنا لو ما نزلتش ليها يبقى عليها إسم لا أنا أنا عايزة أقعد أكتنبها نهاقي يعني مش عايزة يبقى أكتر إن أنا لو هعمل حاجة ممكن نزالك يعني رأيها فإن إياه لو عايزة حاجة أني يهملني أعملها له وعايزة إن أنا ععود لوحدي يعني كأنها سكنة معي آه يعني كأنها جارة من الجيران مش كأنها أمك لا هي أم إن أنا هارعيها لو عايزة كيفينني أي حاجة بس انا عايزة يعني ايه ما يبقاش المعاملة يعني ان انا خش اولى ان في حاجات كتير بتحصل بتعالني عليها وما بغي اتكلم هي بتدعى مني وممكن تدعى علي. طيب. اما وان المسألة كذلك فانا عندي حاجتين لازم انت تراعيهم. اول حاجة لازم نتأكد ان انت مش عندك حساسية مفرطة. عشان احنا نسيب مسألة سلة الارحم وبر الوالدين. احنا عشان نسيب بر الوالدين دي حاجة صعبة قوي. فلازم نتأكد ان انت مش عندك حساسية. من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نشيلها من قلوبنا. ايه يعني لما ام اتعامل اخويا بطريقة هي لان هو بيحسن اليها اكتر. انا لو عملتها وما كنتش مركز في ده ودائما اقول لها انت ظلماني انت بتيجي علي عشان اخويا. انا عارف الكلام ده ممكن بعض الناس ما يفهمهوش. لكن الكلام ده هو كلام العقلاء اللي هما شايفين ان المسألة كلها مسألة ارزاء. هي حب مقدر حب الحبك في قلب حبك في قلب امك. ده مش رزق. رزق. فانت لو رضيت برزقك ده. قلبك عيعمر بالنور. فمن رضي فله الرضا. فربنا يرضي قلب والدتك عليك. اما وانك دايما تقول لها انت بتهتمي باخويا على حسابي. وانت بتحبي كذا على حسابي. هي تحس ان انت بتصغريها. هي ستة كبيرة وانت بتصغريها. بتعلميها وبتقول لها كخ. فهي ما ترضاش بده. فتيجي تقول لك انا اللي علمك مش انت اللي تعلمي. تبا ما نبطل الكلام ده. جرابي شهر كده ما تقولي لاش اخويا وامراته. عتلاقي الامور كلها انصلحت. جرابي كده واقوله للناس حسنة. جرابي ادفع بالتي هي احسن. جرابي كده. لان دي امك في النهاية. انت بتقولي لي ان هي بتدعي عليك. اكيد انت قلت لها حاجة يا ظلمة مثلا. فتقولك يا ظلمة طب انا عدعي بقى لان انا مش ظلمة ودعايا مستجاب لان انا امك. بلاش الطريقة دي. لو انت مش من الصنف ده. وولدتك حصلها اضطراب لسبب اسبابه وبدأت تقسى عليك. تعملي ايه? تترفقي. تترفقي بيها يعني ايه? تظلي على ودك. لكن ان انت تقطعي بيها. ولما هي تحتاجلك تعتبر ان ان انت تخلتي عنها. لا انا مش مع ان ان انت تتخلى عن والدتك. الا ازا كان فيه ازا يوصلك مثلا ان ان انت يبقى عندك انهيار بعد الشر يعني. او ازا ان هي بتكون بتأزيك ازا حسي. لو مفيش ده او ده صبوري. وان شاء الله ربنا يدخلك الجنة. يقولي طب انت جاي مع الامهات كده ليه? يا ستي دي اللي كانت سبب في وجودك. يا ستي دي اللي شاريتك تسعة تشهر في بطنها. يا ستي دي اللي كانت بتأكلك. يا ستي دي كانت ايه? مش عايزين بقى نقول كل حاجة. بس دي امك. تحمليها. تحمليها عشان انت كمان عتكوني ام. عشان انت كمان عارفة يعني ايه ام. اذا اردت اني ربنا سبحانه تعالى يكتب لك بر اولادك استمر في بر امك. هل الكلام واضح? ازا يا سادة احنا سرنا في هذه الحلقة. سرنا مع ماذا? سرنا مع الحب. واخر الحلقة كمان بنتكلم عن الحب. بنتكلم عن حب من? عن حب البنت الامها. الحب اللي مهم يفضل في حياتنا. يا ستي قولي لام الكلام جميل. وطبطبي عليها. هي كبرت وتعبت وتحملت. محتاج ان انت تحن عليها. يا رب. اجعلنا على الدوام من اهل المحبة. اجعلنا دائما نعبدك يا مولانا بحبك. وبحب ما تحب. يا رب. قرب الازواج الى زوجاتهم بان يسيروا في طريق الحب. في طريق ما يرضيك. في طريق الحنان. في طريق الوداد. في طريق الامان. اللهم امن كل امرأة في بيته. وارح كل زوج في بيته. يا كريم. يا ودود. اجعلنا في نعيم في بيوتنا. بمددك وكرمك. يا ارحم الراحمين. يا اكرم الاكرمين. استجب لنا. واجعل بيوتنا. موصولة بك على الدوام يا رب العالمين. اشتركوا في القناة.